السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فيديو جديد سريع معكم احمد اسامة. من اكاديمية تاسي وسريعا كده هنحدس مع بعض تحركات سهم ارامكو اللي كنا اتكلمنا عليه في الفيديو السابق او اتكلمنا عليه خلال بداية الاسبوع كنا اتكلمنا ان من المتوقع ان يكون عندنا عمليات تصحيحية هبطة مدام ما قدرش السهم ان هو يختارك مستوى الاتنين وتلاتين فاصلة تلاتين وان مش يكون عندنا اي مراكز غير باختراك المستويات دي وان اقرب كمان ان تبدأ عمليات التصحيح الهابط وبالفعل بتانيا نشوف عمليات تداول هابطة على السهم خلال اليومين الاخرين مع يعتبر قليل جدا لكن بشكل عام اعتقد ان احنا هكون عندنا مستويات ممتازة قد يرتد منها سهم صعودا خلال الفترة جاية وهي مستويات الواحد وتلاتين فاصلة خمسة وتلاتين. المستويات دي ماتزان مستويات جيدة جدا بالنسبة للسهم ومستويات تبعض الاضوار كنا شفنا تكوين قعين ثم ا اختراق للقمة الموجودة في المنتصف حول مستويات الواحد وتلاتين خمسة وتلاتين وبالتالي الارتداد اليها هيكون فرصة جيدة ان يقدر او عفو ان يقدر يلسام يعود مرة اخرى الى الارتفاعات من جديد وبالتالي متوقع ان احنا الناس تمر في التداولات الهابطة حتى مستويات واحد وتلاتين خمسة وتلاتين لمستوات الواحد وتلاتين خمسين دي هتكون مناطقنا الشرائية وبنظرة سريعة على الفوليوم هنلاقي ان الفوليوم بينخفض جلسة بعد التانية مع عمليات الهبوط ودي تعتبر اشارة واضحة على ضعف عمليات الهبوط الموجودة في الوقت الحالي او ان عمليات الهبوط دي مش هتستمر بشكل كبير بالتالي وقتها من مستوات الواحد وتلاتين خمسة وثلاثين هتكون استهدافتنا الاتنين وتلاتين خمسة وعشرين وهنحافظ على وقف خسارة اسفل الشمعة الصعدة القوية دي اللي قدرت تختارك المستويات الفيليبزوم من قبل وبالتالي هيكون مراكز وقف الخسارة بتاعتنا اسفل الـ 33.95 اهدفنا الـ 32.25 وطبعا لو قدر ساهم ارامكم ان هو يختارك مستويات الـ 32.25 هتكون فرصة ممتازة جدا ان هو يقدر يستكمل التدولات الصعدة على المدى المتوسط لاستهداف مستويات الـ 33.7 قولي لنا ايه اللي حابين ان احنا نحلله خلال الفيديو القادم في الكومنتات اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله والاي استفسارات تقدروا تتابعونا على قناة تليجرام اللي هتلاقى موجودة في وصف الفيديو كان معكم احمد اسامة من اكاديمي التاسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته